السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء التاسع من الفصل الخامس مواصلين معكم الحديث عن طرق تصنيع المواد السراميكية وفي هذه الحالة سنتناول الرياكشن بوندينج أو عملية الربط عن طريق التفاعل الرياكشن بوندينج هذه العملية في الحقيقة تستهي طريقة أو أحد تقنيات تصنيع المواد السراميكية حيث أننا نشكل الشكل المطلوب من مادة الماء وهي قبل أن تكون مادة سراميكية وبعد ذلك نحول هذه المادة إلى مادة سراميكية عن طريق التفاعل مع غزات لأننا كنا قد عرفنا المواد السراميكية سابقا على أنها قد تكون أكاسيد أو كاربيدات أو نيتراد أو ما شابه وهذه المواد تكون عملية تصنيعها المواد التي تكون عملية تصنيعها من المواد السراميكية عملية صعبة نستخدم لها الرياكشن بوندينج بأن نأتي بالمادة أولا قبل أن تكون سراميك ماتيريا ثم بعد ذلك عن طريق إجراء بعض التفاعلات مع الغازات نشكلها في الأول ونفاعلها مع الغازات فتعطينا المنتج النهائي وهو على شكل مادة سراميكية وفي النيتشيب أو في الشكل النهائي للمنتج ترجمة نانسي قنقر